السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرحي كامل عن ترميم وتلوين الصور القديمة وكمان ممكن تحركها عن طريق الموقع ده الموقع ده تلاقي الرابط بتاعه موجود في الوصف أسفل فيديو وان شاء الله هنعمل ترميم وتلوين وتحريك للصورة دي طيب اول حاجة انا عملت اكاونت على الفيسبوك علشان الناس اللي في الشرح اللي فات قالوا لي مش عايز يفتح معي على الفيسبوك انا عملت اي اكاونت على الفيسبوك دلوقتي بشكل مؤقت هنا زي ما انتم شايفين بعد كده انا بروح اقول له بدء بالفيسبوك وبختار ان هو يفتح عن طريق الفيسبوك بعد كده هيقول لي هنا ده كان اسم الموقع بتاعي يقول له ابدأ المحاولة مجانية او على طول بدخل على الموقع من غير محط طرق دفع قال لي هنا اختار كلمة المرور بكتب بكلمة المرور بتاعتي بعد كده بقول له هنا احفظ او حفظ انا دلوقتي هعمل ترميم للصورة دي بروح عالم ده حاجة اسمها شغلة العائلة وقول له تحسين الصور وبقول له تحميل الصورة وبختار الصورة اللي انا عايز اعمل لها ترميم او تحسين بنتظر شوية لحد ما الصورة تحمل وزي ما انت شايفين هنا بيعمل تحديث بالصورة ان هو بيعمل له تحسين من جودة لجودة وكده تمت عملية تحسين الصورة زي ما انت شايفين الصورة كانت وبقت ده بعد وده قبل اكيد فيه فرق واضح قدامكم هنا بضغط على كلمة تنزيل الصورة وقول له تنزيل الصورة المحسنة تنتظر شوية لحد ما يتم عملية التنزيل زي ما انت شايف هنا طيب انا هاخد الصورة اعمل لها تلوين بروح عند شغلة العائلة واروح على حاجة اسمها تلوين الصورة بضغط عليها ضغطة هنا وقول له تحميل الصورة بتاعتنا اللي انا قلت اختارها او الصورة المحسنة اللي انت نزلتها وعلى طول بيعمل تحسين للصورة وبشكل تلقائي بيعمل تلوين كمان هنا بيقول لك انا جار التلوين وقت انتظر شوية لحد ما يتم عملية التلوين وقت اندهش من النتيجة طبعا زي ما انت شايف هنا عملية التلوين كانت وبقت طيب انا هنزل اعمل تحميل الصورة وقول له تحميل الصورة الملونة انا كده حددت الصورة ونزلتها هنا شوف كانت باللابية دوست ازاي وبعد ما كانت بعد ما بقت ملونة هتبقى بالشكل تاني ازاي طيب انا عمل تحريك للصورة وقال لك هنا جديد زي ما انت شايف هنا تحريك للصورة لو نزلت التطبيق هتلاقي هنا تضغط على الاعلامة دي او بتضغط على الاعلامة دي على طول بيعمل لك تحريك للصورة بعد الانتظار انا هرفع تحميل الصورة وحط الصورة اللي انا لو انتهى واشوفها تتحرك ازاي وزي ما انت شايف هنا بيعمل تحسين للصورة علشان يبدأ يحركها اظن عرشنا كلنا العلامة اللي ظهرت عندنا ممكن تظهر كمان في التطبيق اللي انت هتنزله للموقع ده كده تم الانتهاء وزي ما انت شايف هنا قالك تم تحريك الصورة بقول له تنزيل الفيديو وزي ما انت شايف هنا الصورة بتتحرك قدامك وكده انا نزلت الفيديو ممكن كمان افتح الفيديو بالشكل ده كده وبرده هتلاقي الصورة بتتحرك تظهر دلوقتي تعمل استرجاع للصور القديمة او الصور اللي بيد وصد عايز تلونها وكمان تحركها انا كده خلقت شرحي يعني الموقع ده اتمنى يكون الشرح عاجبك ما تنساش توقع على زر واشتراك في القناة واتفع على الجرس واشترككم الحلقة الجديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة